أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة النهاردة هنتكلم عن إزاي نحافظ على العربية بتاعتنا عملنا حلقات قبل كده عن إزاي نشتري عربية لما شترينا عربية بتاعتنا عايزين نحافظ على العربية كل واحد عنده سيارة عايز يحافظ عليها وعايزها تعيش معها العمر كله بدون ما يعمل لها عمرة أو يغير فيها قطعة غيار ده حقك وده ممكن ولكن لازم نعرف الخطوات اللي بيها نحافظ على السيارة بتاعتنا الأول تعالوا نقول معاكم السيد أنور مهندس سيارات حلقتنا النهاردة متميزة ومهمة جدا لكل مالك السيارات نعم لما لاكي أيا كان نوع السيارة بتاعتك أي أن كان حتى الأدوات الكهربية يعني إحنا هنتكلم عن صيانة الأجهزة الأجهزة ونحافظ عليها إزاي تعالوا بينا نبدأ حلقتنا وإيه عنوان حلقتنا النهاردة كيف تحافظ على سيارتك تعالوا بينا نبدأ العربية بتاعتها اشتريتها زي ما قلنا في الحلقة اللي قبل كده إحنا اشترينا العربية بناء على مواصفات معينة حطيت لنفس نقاط منها السعر ومنها المواصفات اللي أنا عايزها في العربية وهل هي مناسبة هل سوقها شغال ولا مش شغال نقاط معينة تكلمنا عنها في الحلقة السابقة منها قدرة المحرك والمحرك الألف وتلتميت سي سي والمحرك الألف مهم جدا أن احنا نعرف المواصفات بتاعت العربية اللي احنا رجبنا مهم جدا تعرفها مهم جدا وانت بتشتري سيارة كمان تاخد كتيب السيانة أو كتيب الإرشادات أو كتيب استخدام السيارة من الشركة اللي انت واخدها شريحة منها احنا عندنا هنا في مصر للأسف بعض المصطلحات لما نيجي نبيع سيارة نقول له بالكتالوج بتاعتها بالكتالوج وهو ما فتحهوش حطه في درج العربية أو عينه في البيت ما فتحهوش مهم جدا أنك تفتح الكتيب ده عشان تتعلم كل شيء وتعرف كل شيء عن السيارة بتاعتك المواصفات بتاعتها كيفية التشغيل الصيانة بتاعتها كل قد إيه مهم جدا كتيب السيارة اللي موجود عندك أو الكتالوج اللي حضرتك خايف عليه ومحافظ عليه حقك أنك تحافظ عليه لأنه مهم بس مش عشان تبيع لا مهم عشان تهتم بالسيارة بتاعتك وتحافظ عليه كيف تحافظ على سيارتك تعالوا بينا نبدأ ونعرف حاجة اسمها السيانة السيانة يعني إيه سيانة؟ السيانة دي حاجتين يا إما سيانة دورية أو سيانة علاجية بنسميها تصليح أو إصلاح يبقى السيانة بتاعتي اللي أنا هعملها عشان أحافظ على السيارة أو أي معدة أو أي جهاز عندك في البيت لازم تعمله سيانة الكتالي اللي بتاخده مع الجهاز اللي أنت هتشتريه أو العربية بتاعتك تاني بنعيد كتيب مهم جدا 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 قلنا هنعمل سيانة يعني إيه سيانة؟ سيانة عندي نوعين من السيانة سيانة دورية وصيانة علاجية يعني إيه سيانة دورية؟ سيانة دورية يعني إن حضرتك مثلاً مثلاً هنعتبر إن إحنا بنتكلم على الصحة بتاعينا يبني لازم أنظف أسناني لازم أعمل بالفرشة عشان أسناني تفضل نظيفة وتفضل ما يدخل لهاش سوس نفس الكلام بالنسبة للسيارة بتاعتي لازم أعمل لها سيانة دورية يومية وإسبوعية وشهرية وكل كام كيلو علشان تفضل شغالة وتديني الأداء العالي بتاعها دي اللي بنسميها سيانة دورية طب السيانة العلاجية السيانة العلاجية لا قدر الله حصل عطل فأنا بعمل إصلاح واحد تعب فهنعمل له عملية ده اللي بيحصل في السيارة بالظبط زيها زي الإنسان بالظبط حضرتك بقى الدكتور اللي متابع السيارة يا إما تخليها كل مرة تعمل لها عملية يا إما تحافظ عليها وتفضل السيارة بتاعتك شغالة أو العربية بتاعتك شغالة وتديك أداء عالي جدا بعض الناس يشتري السيارة بتاعته وبعد أول سنة أو اتنين أو ممكن في نفس السنة يعمر العربية بتاعته يعمر يعني يعمل لها عمرة أو يغير المحرك أو يغير يعمل شورت بلوك للسيارة بتاعته ليه؟ علشان هو ما بيعملهاش سيانة دورية السيانة الدورية إنك كل يوم تخسل سنانك كل يوم تهتم بالتيس سكرك ضغطك تلعب رياضة دي كلها حاجات بتعملها عشان تحافظ على ساعتك طب إحنا عايزين نحافظ على ساعة السيارة بتاعتنا يبقى نعمل لها سيانة دورية إحنا عايزين أنا عايز أتكلم في النقطة دي أفرق بين حاجتين سيانة دورية والسيانة العلاجية سيانة دورية عشان ما يحصلش سيانة علاجية عشان ما يحصلش عطل لو أنا ما عملتش سيانة دورية هيحصل عند عطل فيحصل عندي علاج اللي هي الصيانة العلاجية هعمل تصليح أما الصيانة الدورية الحاجات اللي انت بتعملها كل يوم وكل شهر وكل كام ألف كيلو علشان ما يحصلش عندي عطل مهم جدا أن احنا نفرق النقطة دي عرفنا الفرق بين الصيانة الدورية والصيانة العلاجية خلينا بلاش نقول الصيانة العلاجية نقول التصليح تصليح يعني حصل عندي عطل الصيانة الدورية بتخلي ما فيش أعطاء طب حصل عطل يبنى لازم أعمل تصليح اللي هي الصيانة العلاجية تعالوا نبدأ ونكمل الحلقة بتاعتك طيب العوامل اللي هيتوقف عليها الحفاظ على الصيارة إيه هي؟ أول نقطة عندي وأهم نقطة هي مدى ما يتخذ لوحداتها من عناية شاملة وصيانة دورية يحفظ لها جودة الأداء وصلاحية الاستعمال واقتصادية الإنفاق نقرأ النقطة دي ونبص عليها كويس جدا يعني حضرتك أنت بتعمل للوحدات بتاعة العربية بتاعتك أو السيارة بتاعتك بتعمل لها صيانة دورية بتهتمي بيها بتسأل عن السيارة بتاعتك دورية يومية إسبوعية شهرية الوحدات بتاعتها وحدات زي ايه؟ المحرك الكهرباء المية الكويتش كل الفتيس كل شيء في العربية النظافة حتى بتاعة العربية بتاعتك مهمة جدا 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 يبقى أول نقطة عشان نحافظ على السيارة بتاعتنا مدى ما يتخذ لوحداتها من عناية شاملة الوحدات بتاعتها اللي هي مكونات العربية كله وصيانة دورية يحفظ لها جودة الأداء طيب لما أنا لما أعمل صيانة دورية إيه اللي هيحصل هتديني جودة عالية هتفضل تد العربية بتاعتك أو السيارة بتاعتك بجودة عالية وصلاحية الاستعمال جهزة معايا في كل وقت عايزة مش أسافر جهزة ليه لإن أنا متابع ضغط الكويتش ومتابع المياه في رداتير أو المياه في دورة التبريد متابع الزيت بتاع المكنة زيت الفتيس متابع زيت الفرامل متابع كل عمل صيانة للدوائر الإلكترونية أو الكهربائية الموجودة عندي منظف العربية بتاعتي فنجاهز كمان لما كل الحاجات دي تحصل هيبى فيه اقتصاديات في الإنفاق الإنفاق مش الوقود بس الإنفاق حتى في التصليح ماهو انت لو مشيت بالعربية والضغط بتاع الكويتش بتاعك قليل شوية في حاجتين أو هيحصل عندي مشكلتين الأول حاجة أنه لما ضغط الكويتش يكون قليل ده هيسمح أو هيخلي الكويتش بتاعي يبدأ يشقق ويبدأ يتقطع من الجاب يحصل فيه شروخ ويبدأ عمره الافتراضي بتاعي يقل وينتيه بسرعة النقطة التانية اللي هتترطب على أن أنا ما حفزتش على ضغط الكويتش هي أن الكويتش لما يكون قليل بيخلي السيارة بتاعتي تستهلك وقود قاعد بدرجة أن فيه دولة من الدول لقات أن هي بتصرف كتير جدا على الدعم للوقود فطلبوا من أساتذة السيارات أن هم يعملوا أبحاث في النقطة دي فلما عملوا الأبحاث لقوا أن الناس ماشية بضغط الكويتش منخفض ضغط الكويتش المنخفض بيخلي المساحة أو المداس اللي بيدوس بيه الكويتش على الأرض أو الإطار بتاعك على الأرض بيخلي المداس بتاعي كبير فمقاومة التضحرك بتزيد وبالتالي الوقود بتاعي أو استهلاك الوقود بتاعي بيزيد يبقى هنا أنا قللت في الإنفاق لما خلي ضغط الكويتش بتاعي مزبوط قللت في الإنفاق لما خليت زيت الفرامل بتاعي مزبوط فلا قدر الله مش هيحصل معايا حوادث علشان الفرامل بتاعتي جاهزة قللت في الإنفاق لما عملت صيانة للدوائر الكهربية والإلكترونية مش هيحصل عندي شورت أو أن الضفيرة بتاعتي تسخن وتولع أو يحصل عندي أي عطل في التكييف في التسجيل في أي حاجة في العربية بتاعي مهم جداً الصيانة للوحدات بتاعة السيارة بتاعتي النقطة اللي بعد كده أنا طبعاً كده بعمل صيانة لكل وحدات السيارة زي ما احنا شايفيه الماكنة الكويتش كل شيء كل شيء في السيارة بتاعتي الماكنة عندنا هي كل شيء بشوف أجهزة التعليق والتوجيه بشوف كل حاجة في العربية بعمل لها صيانة حسب كتيب شركة الإنتاج بالحرف أو بالزبط نقطة اللي بعد كده استخدام السيارة في الأغراض التي صممت من أجلها إذ يتنافع استخدام سيارات الركوب المخصصة للأفراد في نقل البضاء إنت جايب عربية ملاكي إنت شاري حضرتك عربية ملاكي ليه؟ علشان أركب فيها أنا وولادي أو أنا والعيلة بتاعتي يبقى ما ينفعشي أستخدمها عربية نائلة مهم جدا أن أنا أستخدم السيارة في الغرض اللي أنا شاريها علشانه أو هي صنعت صنعت من أجله دلوقتي أنا شاري عربية عشان تكون ملاكي عشان أركبها ما ينفعش أستخدمها عربية نائلة ما ينفعش أحط عليها أعمل لها شبكة وأحط عليها حاجات كتيرة جدا فوق أو أن أنا أملى الشنطة بتاعتي بتاع العربية أو الأمتعة أملىها شنط وأستخدمها في أغراض غير اللي هي مخصصة لها أو أن أنا أشد بيها سيارة تانية يعني السيارة الملاكي بتاعتي دي ما ينفعش أشد بها سيارة ده هتضرب المكنة بتاعتك على طول عمر الافتراضي بتاع المكنة أو المحرك بتاعك على طول بيقل فمهم جدا أن أنا أستخدم السيارة في الغرض التي صنعت من أجله كمان النقطة رقم ثلاثة الاستعمال الرشيد للسيارة من حيث الأحمال المحددة لها سواء في عدد الأفراد أو في حقيبة الأمتعة واتباع الطرق الصحيحة في القيادة في حدود إمكانيات ومواصفات بما يتناسب مع مقتضيات الطريق بتاعي يعني السيارة بتاعتي المفروض أن هي أربع راكب ما ينفعش أحط فيها ستة راكب السيارة بتاعتي مثلا لو أنا معايا عربية روبع نقل هحط عليها 2 طن ما ينفعش تحط 2 طن ونص ويفضل ما توصلش كمان لل2 طن ما تحولش تضغط على السيارة بتاعتك وتديها حمولة زيادة وتقرس عليها على المكنة لأن ده هيقلل العمر الافتراضي بتاع المكنة بتاعتك احنا عايزين احنا تعبنا على ما وفرنا الفلوس وضخرنا الفلوس على ما اشترينا السيارة وتعبنا على ما حددنا السيارة اللي احنا هنشتريها عايزين نحافظ عليها نحافظ عليها بأننا نحافظ على الحاجات الموجودة في كتايب استخدام السيارة بتاعتها عدد الأفراد اللي هتركب في السيارة يكون مظبوط الأغراض اللي هي صنعت من أجله نستخدمها في نفس الكلام ما ينفعش أدخل طريق أو منحنة بسرعة عالية جدا أو أن أنا أمشي في مكان طالع فيه وأبحاطت السيارة بتاعتي في السرعة الثالثة والماكنة بدأت هتطفى مني أو هتتكسر مني وأنا ما نقلتش نزلت على التاني لو أنا راكب عربية منول المفروض أن أنت حسب الطريق بتديها السرعة المناسبة لها مع دوسة البنزين المناسبة للسيارة بتاعتك طبعا لو السيارة بتاعتك مش مجهزة أو مش معمولة للطرق الوعرة أو الجبال ما ينفعش تمشي بعربية عادية في طريق بتاع جبال مهم جدا النقاط دي عشان تحافظ على أجهزة التعليق وأجهزة التعليق اللي هي المساعدين والليايات اللي بوجودة عندك في السيارة مهم جدا أنك تحافظ عليها ما ينفعش سيارة ملاكي تمشي على طريق وعرالة لأن ده بيأثر على الأجزاء بتاعة السيارة مش الهيات والمساعدين والهيات بس فقط لا ده حاجات تانية كتير منها جسم السيارة نفسه هيبدأ يتفكك من بعضه مع الاستخدام الطويل بالشكل الخطأ اللي احنا ماشيين عليه ده يبقى أننا أحافظ على السيارة بتاعتي بأننا حسب الكتاب بتاع الشركة المنتجة وأننا ألتزم بي عدد الركاب والحمولة المخصصة للسيارة بتاعتي تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده بيقول للتزام بالمواعيد المحددة لإجراء عمليات التشحيم والتزييد للأجزاء بتاعتي مهمة أوي كمان أن حضرتك لو أنا مثلا عندي تشحيم أو تزييد لألفين كيلو مثلا يبقى أنا لازم عند الألفين كيلو أبدأ أغير الزيت بتاعي مش أمشي عليه ألفين ومية أو ألفين وقد أنت لو نزلت عن كده كمان يكون أفضل يبقى أنا لازم ألتزم بالمواعيد كمان الناس اللي هي بتحب تعمل كل حاجة صحة وبتحترم العلم إحنا بنشجعهم وبنقول لهم أنت صح اللي هو بيعمل كتيب أو كراسة للسيارة بتاعته هو غير زيت عند مية وخمسين ألف كيلو محتاجي يغير عند مية خمسة وخمسين ألف كيلو فتلاقيه حاسب كل شيء وحاطة الكراسة أو النوت بتاعته في السيارة بتاعته علشان يحافظ على السيارة ويحافظ على مواعيد الصيانة أو التشحيم والتزييد بتاعي للسيارة بتاعته كمان النقطة اللي بعد كده النقطة خمسة الالتزال بنوعية الزيوت والشحوم التي يوصي بها المنتجون يعني لو عندي سيارة لو عندي سيارة شركة منتجة عفوا لو عندي شركة منتجة أي لا استخدم نوع زيت معين يبقى أنا في الحالة دي لازم أستخدم الزيت اللي الشركة أي لا عليه موصية به نلتزم بزيوت للشركة أي لا عليه هتعالوا بينا نشوف كمان التزييد والتشحيم مهم جدا أن احنا نلتزم بكلام الشركة كمان مهمة قوي أن أنا أبص على الزيت وأشوف مستوى الزيت بتاعي في المركبة مهمة قوي أن أنا أخد بالي من العددات والمبينات اللي موجودة في الطبلو عندي في بعض الناس أو بعض مستخدم السيارات أو مليك السيارات مش بيعرفوا أصلا مقاس الزيت بتاع المكنة بتاعتهم فين وده خطأ خطأ كبير جدا لازم نعرف المحرك بتاعي وأنا بشتري السيارة بتاعتي مهمة قوي أن أنا أعرف مكان تغيير الزيت أو عصى الزيت بتاعتي وإنت بتشتري المركبة بتاعتك أو السيارة بتاعتك بتعرف من الشركة المنتجة مكان غيار زيت المحرك مكان غيار زيت أو مكان قياس زيت الفتيس لازم نعرف الحاجات إزاي أحط زيت إزاي أغير زيت مهمة الحاجات دي كمان مية الريداتير لو كانت إربة لو هحط من الإربة أو هحط من غطى الريداتير مهمة جدا أنك تعرف الحاجات دي بعض الناس بيركب السيارة بتاعتهم مش عارف فيها أي شيء وده من أكبر الحاجات الخطأ اللي بتحصل معانا وبتعمل مشاكل في السيارة بتاعتي ده شكل ليه مقياس زيت ليه نوع معين مثلا لشركة معينة من السيارات مكانه زي ما احنا شايفين ودي بعض المبينات الموجودة عندي هنا أنا عندي أخطر علامتين بانوا في السيارة أخطر علامتين العلامة دي بتاعت أن الحرارة بتاعتي كده رفعة درجة الحرارة عالية جدا للسيارة بتاعتي والعلامة التانية ده هي أن الزيت الموجود في المركبة بتاعي أل ودي من أخطر علامتين اللي هم هيعملوا نهيار تام للمحرك بتاعت يعني المكانة بتاعتك هتتحرق لو أنت مشيت على العربية بتاعتك دي كمان دي أواحد أول ما شوف العلامتين دول لازم أركن في جنب ووقف وشوف مشكلتي إيه إيه المشكلة اللي في السيارة بتاعتي ولو حضرتك ما انتش فاهم أو ما انتش عارف العطل يفضل أنك تسحب السيارة ما تشغلهاش بقى تاني وتسحب السيارة بتاعتك وتوديها لأقرب مركز سيان يبقى العلامة بتاعتك دهية اللي فوق اللي أنا المؤشر بيتحرك عليها دا دي خاصة بالزيت دا بيقول إن الزيت عندي قليل في المكانة دي بتاعت درجة الحرارة العلامة اللي هنا دي بيقول لي شوف اعمل آآ فحص لي المكانة أو المحرك بتاع هنا احنا بنغير زيته ونحط الزيت وزي ما احنا شايفين بنستخدم آآ 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 أمع أو شيء معين عشان نحط الزيت ما يقعش على المكانة بتاعتي ويبدأ يلم أتربة والأتربة دي طبعا بتخلي المكانة بتاعتي تسخن لأن الحرارة اللي موجودة على الحرارة اللي بتطلع من المكانة الهواء والسيارة بتجري الهواء بيحمل الحرارة دي ويقلل الحرارة اللي على جسم المركبة بتاعت لما أنا بوقع زيت لو آآ أو الراجل في مركز الخدمة أو مكان تغيير الزيت اللي أنت بتغير زيت لسيارتك ساب الزيت يقع على جسم المكانة هينزل على جسم المكانة مش هيعمل مشكلة ولا حاجة ولكن هو هيلم أتربة بعد ما هيلم أتربة هيعمل عازل للحرارة أن هي تطلع من المكانة للهواء الخارجي عشان الهواء يبدأ ياخدها ويقلل درجة حرارة المحرك بتاعي يبقى مهم جدا أن أنا ما أوقعش أو الشخص اللي بيغير لي زيت ما يخليش الزيت يقع على جسم المحرك بتاعي من الخارج هنا الفلتر بتاعي برضو لازم ألتزم بالمواعيد بتاعي تغيير الفلتر يعني حسب الشركة المنتجة بتقولي فلتر الزيت ده هيتغير عندي كام ألف كيلو يبقى أنا لازم أغيره ما ينفعش تمشي عليه غيار زيادة ما ينفعش بأي شكل من الأشكال ليه؟ لأنه هو من جوه اتملأ أتربة ورواصب لما أنت حضرتك هتمشي عليه وهو تكتم من جوه أو تقفل من جوه ده بيخلي ضغط الزيت بتاعي منخفض وبيقل الكمية الزيت اللي طالعة للأجزاء اللي فوق وبالتالي المكنة بتاعتي تبدأ تاكل نفسها للدرجة دي فلتر الزيت مهم؟ آه للدرجة دي فلتر الزيت مهم جدا في السيارة بتاعتي من أهم الأجزاء المهم اللي لازم يتغير في المواعيد بتاعته المزبوطة يعني احنا ممكن نمشي على بوجهات زيادة شوية لكن مش ممكن نمشي على فلتر زيت بالزيت مدة أطول فلتر بنزين ممكن نمشي زيادة شوية لكن ده ما ينفعش لازم أغيره في المعادل محدد وقبل مش بعد كمان يعني لو كان معمول على خمس تلاف أو عشر تلاف كيلو غيره على تسع تلاف ما تغيروش على عشر كل مكان قبل يكون أفضل لأنه مش بيتنظف يعني ما مش هينفع أفكه ونظفه وركبه تاني لا هو بيتشالي يتريمي ونغير نحط واحد تاني مكانه جديد تعالوا بينا نكمل النقطة اللي بعد كده إن أنا أراجع بقى ربط المسامير والصواميل والورد إن أنا أأمن على الحاجات دي أربطها أو إن أنا أروح بركز هو حضرتك إحنا اللي هنعمل الحاجات دي لو حضرتك عندك خبرة وعارف أربطها وشد على المسامير والواصلات لو حضرتك ما عندكش روح لمركز صيانة وهو يعمل لك الخدمة دي النقطة اللي بعد كده اتباع تعليمات المنتجين الموضحة بكتيب الإرشادات المرفق مع السيارة بمعيد الكاشف الدوري وضبطها وصيانتها يعني حضرتك تنفذ التعليمات اللي موجودة في كتيب الإرشادات أو الكتالوج اللي حضرتك خدته وحطيته في دورج العربية عشان تقول العربية بتاعتي وإنت بتبيعها بنسمع المصطلح ده للأسف عندنا في مصر يعني هو بيتباهى إن هو الكتالوج زي ما هو في الدورج ما طلعهوش ده غلط ده معناه وبيقولك إن أنا بعمل الصيانة بتاعتي في التوكيل طيب إنت عملت الصيانة في التوكيل إزاي وإنت ما فتحتش كتيب الإرشادات وشفت ده عشر تلاف ده يعني في حاجات لازم تعملها بتعلم كمان عليها بتقراها من كتيب الصيانة طلعوا كتيب الإرشادات طلعوه من الدورج وقروا فيه علشان نحافظ على العربية بتاعتنا مهمة جدا إنك تحافظ على العربية بتاعتنا العربية بتاعتك من إنك تقرأ كتيب الإرشادات اللي الشركة المنتجة حطاها عندك في السيارة مش حطاها عشان حضرتك تبيع وتقول أنا كتيب العربية بالكتالوج لا بحطاها عشان حضرتك تعمل لها صيانة وتحافظ عليها تعاملوا نكمل النقطة رقم 8 النقطة رقم 8 بيقول لي كمان حافظ على نظفة السيارة من الداخل ومن الخارج نضف العربية بتاعتك من جوة ومن برّة ليه؟ كل ده بيحافظ على جسم السيارة وعلشان البوية بتاعتي ما تتكلش وعلشان السيارة تتخلص زي ما قلنا من الروائح الكريهة اللي جواها لو كان فيها أي روائح كريهة كمان عشان تتخلص من درجات الحرارة كمان بيت السيارة بتاعتك أو العربية بتاعتك في مبيت خاص بيها عشان يحافظ عليها من عوامل التورية الرطوبة والحرارة والمطر والحاجات دي كلها بتأثر على البوية وبتأثر على الكويتشو بتأثر على أجزاء السيارة بالكامل لو حضرتك حطيت السيارة بتاعتك أو العربية بتاعتك في جراش يكون أفضل طبعاً لأنها تحافظ عليها أو أنك تغطيها على الأقل بغطى بتاع سيارة مهم جداً أننا نحافظ على نظافة السيارة بتاعتنا الخارجية والداخلية علشان تعيش معايا عمر أطول النقطة رقم سبعة سرعة العلاج علاج المناطق التي يظهر عليها الصدق عشان ما تتحولش لبرومة وتبدأ تاكل في جسم السيارة بتاعي بالكامل تعالوا نشوف الصورة دي كده بعض الناس للأسف إحنا عندنا بعض المفاهيم الخاطئة عايزين نصححها ونصبط النقطة دي لو بصينا على السيارة في الصورة على الشمال هنلاقي أن البرومة بدأت تاكل في جسم العربية بتاعي أهو بدأت تاكل الداير بتاع العجلة أو الفجوة لو أنا سبتها عشان يقول ما فهاش نقطة بوية المصطلحات الغريبة اللي احنا بنسمعها عندنا في مصر يقول لك أنا ببيع عربية العربية ما فهاش نقطة بوية بس فيها برومة هي مفهاش نقطة بوية بس فيها برومة البرومة دي لو أنا سبتها هتبدأ تاكل السيارة بالكامل زي ما احنا شايفين يعني دخلت على الفجوة هي بدأت تاخد الدائر هسيبها هتكمل طب الصح ايه الصح ان انا اعالج زي الصورة اللي عندي على اليمين اعالج البوية بتاعتي اول ما يظهر عندي اي نقاط ابدأ اعالجها بسرعة عشان ما تتحولش معايا لبرومة وتبدأ تاكل صاج العربية لا وهتاكل الشاسي نفسه هتاكل العربية بتاعتي بالكام رجاء ان نزبط المصطلحات بتاعتنا ونشوف المصطلحات بتاعتنا دي صح ام خطأ هل ان انا عربيتي ما فيهاش نقاط بوية ده شيء كويس لا شيء مش كويس لو هي فيها ببرومة لو انت حضرتك سايبها فيها صدق والصدق اتحول لبرومة وعشان تقول ان عربيتي ما فيهاش بوية لا عالج البوية عالج الصدق اللي بدأ من اوله هتحافظ على السيارة بتاعتك مش هيمشي فيها البرومة لان خلاص بدأ مجرد ان البرومة تمشي فيها لازم حضرتك تروح زي البرومة عاملة زي السرطان بالزبط السرطان مسك في جسم السيارة في الصاج نفسه خاصة بعض الشركات اللي ما بتعملش معالجة للصاج قبل ما معالجة داخلية وخارجية للصاج فيه شركات طبعا الشركات العالمية بتعالج الصاج بتنزل الصاج الباب او اي جسم في السيارة بتنزله في محلول عشان تحافظ عليه من البرومة داخلي وخارجي ده بيعيش عمره اطول بعض الشركات المنتجة اللي هي سياراتها ما بتعيش في السوق مدة طويلة ما بتعملش معالجة للصاج بتاعي وبالتالي تلاقي عربية مثلا 2020 او 2019 وبدأ البوية او الصدق ياكل فيه او البرومة بدأت تاكل فيه ونبدأ نلحم جزء تاني ونديله بوية ونعالجه يمين وشمال يبقى انا لو او مجرد ان انا اشوف في السيارة بتاعتي نقاط بوية بدأت تتشاله او تظهر يبقى انا لازم اروح اعمل معالجة دي حتى لو هعملها انا بايدي عشان امنع تكون البرومة اللي هي هتبدأ تاكل جسم السيارة بالكامل عندي تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده بيقول للإصراع فيما يطرق على وحدات السيارة من عيوب او استهلاك بمجرد ظهورها او الاحساس بها او الاستدلال عليها من مبينات الاداء يعني ايه؟ يعني انا بدأت اسمع صوت في العربية بتاعتي في بعض الناس اللي هي عندها حساسية او بتهتم بسيارتها او بتهتم بكل شيء في حياتها حتى هتلاقيه هتلاقي الشخص ده مهتم بصحته ومهتم بولاده ومهتم بالبيئة اللي هو عايش فيها ليه؟ لانه متابع السيارة بتاعته متعود على صوت معين لما يسمع صوت غريب او يشوف لنبا ما وراء تحس ان خلاص الدنيا تقف معاه يقف ويشوف السيارة بتاعته ده صح الراجل ده صح بيشغل صح اي صوت غريب او اي لمبة انت مش متعود عليها تشوفها في الطابلو لو ما انتش عارفها روح لقارب مركز سيارة شوف ايه المشكلة دي لو قالك الموضوع بسيط ماشي خليه يشرح لك موضوع بسيط ايه وممكن يكون بالنسبة لهو من وجهة نظره بسيط اصل بعض المراكز الخدمة تروح له عشان علامة معينة يقوم يعمل لك دليت للعطل او يوصل مقاومة معينة يوصل سلك كده عشان يشيل اللمبة اللي تعباج اللمبة اللي تعباج دي مهمة جدا جدا عندك اللمبة اللي تعباج دي مهمة جدا للسيارة لازم تعالج السيارة بتاعتك لازم اول ما اشوف اي لمبة او منبه او صوت غريب حصل في السيارة بتاعتي لازم ادخل على اول مركز خدمة وابدأ اعالج المشكلة بتاعتك ده هيخلي عمر السيارة بتاعتي يطول يعني مثلا لو قلنا ان مبين الزيت بدأ ينور معاي اللمبة اللي كنا شفناها من شوية بدأت تنور معاي وده حصل وانا ماشي في طريق اكلت ما طب درب طبت الزيت الزيت بتاع المكنة نزل بدأت تعلم معاي على طول لازم تركن لازم تركن بالسيارة بتاعتك وتشوف ايه المشكلة لان ممكن يكون الزيت زي اللي حصل ده لو انت ما وقفتش بالمكنة بتاعتك او بالسيارة بتاعتك المكنة كلها هتتاكل المكنة هتتحرك ليه لان الزيت هو اللي بيسهل الحركة بتاع المكابس داخل الاستوانة والاجزاء المتحركة وعمود الكرانك يعني المكنة بالكامل هتتاكل هتتحرك الحديد هيأكل في بعضه داخليا الزيت ده مهمته انه هو يعمل سهولة للحركة للاجزاء المتحركة عمود الكرانك بيدور داخل الفرغة أو البلوك بيدور بسرعة عالية جدا حضرتك الواحد اللي عندك في العداد اللي قدام حضرتك بالضبط ده العداد ده لما يديك واحد ده معناه أنه بيلف ألف لفة في دقيقة العداد اللي بيقول واحد اتنين تلاتة اللي هو بتاع الأنبير الار بي ام بتاع عدد لفات عمود القرانك ده معناه لما يبقى على واحد معناه أنه بيلف الماكنة أو عمود القرانك بيلف ألف لفة في دقيقة ودي المنموم او اقل سرعة تقريبا للسيارة بتاعتي طيب لو انا شغال على 4000 او 5000 لفة والزيت قال متخيلين عمود بيلف 5000 لفة في الديئة وما فيش زيت هياكل الحديد هياكل نفسه نفس الشيء بالنسبة للبستم اللي بتحرك داخل الاستوانه لو الزيت مش موجود البستم هيبدأ ياكل جدار الاستوانة بتاعي والمكانة بتاعتي كلها هتاكل بعضها وبالتالي المكانة هتنهار يبقى مهم جدا ان انا اخد بالي من الطبلول قدام مني ده سمعت زميل ليه مرة المكانة بتاعته هو ماشي في طريق المكانة رفعت حرارة وضربت وش سلندر فبس قاله هو انت ما كانش ما كنتش عارف تبص على العداد اللي قدام منك اللي هو مين فينا بيمشي ويبص على العداد خطأ عايز تحافظ على العربية بتاعتك بص على الطبلول قدامك الطبلول قدامك وانت ماشي مش طول الوقت بصص فيه بس كل لحظة يعني كل مدة كده برمي بعنايا في الطبلول عشان اتابع العدادات الحرارة معايا وضعها ايه وضع الوقود هل في مبينات بدأت تظهر مهم جدا ولو ظهر مبينات هل هي بتاعت ايه لازم اكون عارف مش عيب انه يعني انت لو قريت كتاب كتيب الارشادات هتعرف كل المبينات اللي موجودة عندك في الطبلول هتعرفها لوحدك مش محتاج تسأل حد ولو ما انتش عارف اسأل حد اللمبة دي بتاعت ايه بيعجبني جدا الناس اللي تنزل صورة اللي تبلوء العلامة دي ظهرت عني دي بتاعت ايه وطبعا اهل الخبرة بيقولوله على طول مهم جدا انك تحافظ على السيارة بتاعتك من خلال انك تحسها وتسمعها وتشوفها تتبعها عشان عمر السيارة بتاعتك الافتراضي يطول وتفضل عايشة معاك مدة طويل تعالوا نكمل النقطة زي ما احنا شايفين بنعمل لها سيانة اهوت صوت اي صوت اي حاجة ظهرت انا رحت دخلت مركز خدمة عملت فحص كمان دي على الانظمة الكهربائية او الالكترونية عملت فحص شامل للسيارة بالصورة اللي قدام مني وبفحص بطريتي بفحص كل الاجزاء اللي في السيارة بتاعتي كمان النقطة رقم 11 بيقول لي عدم تجاهل الاصوات التي تصدر من السيارة والذهاب الى مركز الخدم اي منبه اي صوت يظهر عندي لازم اشوفه بتاع ايه علامة دي ظهرت معناها ايه العلامة دي ظهرت معناها ايه اي علامة تظهر عندي هتلاقيها موجودة فكتي بالارشادات اي علامة تظهر عندي لازم اعرفها عشان لو كانت خطر ادخل على اول مركز خدمة عشان اعالج المشكلة بتاعتي في بعض المشاكل اللي هتظهر ماينفعش تمشي بالسيارة بتاعتك او العربية بتاعتك دقيقة واحدة بس منهم زي ما قلنا الزيت او الحرارة ماينفعش نمشي مدة طويلة التخلص من الاوزان الزائدة والاشياء غير الضرورية الموجودة في صندوق الامتعة لاطالة عمر نظام الدفع ونظام التعليم لو العربية بتاعتي فيها امتعة كتير وانا مش محتاجها في الشنطة بتاعت العربية محتاجة نزلها ليه؟ هي تعبنة في حاجة ايوة تعبنة في حاجة لانها وزن زيادة على المركبة اللي صنع السيارة دي عاملها تشيل وزن معين والمكانة بتاعتي لو كانت 1500 سيسي 1400 سيسي ايا كان عدد السيسي بتاعي معمول علشان يشيل وزن معين الوزن الزايد ده بياخد من عمر المكان الوزن الزايد بياخد من عمر المكان اي حاجة ملهاش لازمة في شنطة الامتعة او شنطة السيارة بتاعتك شنطة العربية شيله نزله عشان ما يباش وزن زيادة كل ما خف وزن السيارة بتاعتي كل ما كان المكانة او المحرك مستريح لكن لما حضرتك هتحط وزن زيادة مع العدد اللي المفروض تركبه كمان في العربية بتاعتك لو احنا اربعة مع الوزن الزايد في شنطة العربية ده بيأثر على العمر الافتراضي بتاع العربية بتاعتك يبقى مهم جدا ان انا اتخلص من اي وزن زيادة موجود في شنطة الامتعة بتاعتي نيجي نكمل النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده هي العمليات اللي هنعملها بصفة يومية واسبوعية وشهرية هو احنا ايه اللي هنعمله يا باش مهندس عشان نحافظ على السيارة بتاعتك اول حاجة واهم حاجة عندي ان انا قبل ما امشي بالعربية بتاعتي قبل ما شغل الصبح ان انا ابص على مستوى الزيت مستوى الزيت هنبص عليه ازاي هنطلع عصى الزيت زي ما احنا شايفين وبمنديل ابيض كده ونبدأ نمسح العصى وخلي بالك وحضرتك بتمسح بالمنديل ما يكونش منديل ورقي لان فيه رواصب او او فيه وبر هنطلع منه يدخل داخل الزيت وده هيكتم الفلتر بتاعي يبقى انا هسحب العصى بتاع الزيت وامسحها في فوطة علشان امسح الزيت اللي موجود على العصى بتاع الزيت هنمسحه ليه؟ علشان نعرف المقياس الفعلي ده انا بعمله والعربية شغالة ولا والعربية طفية بعمله والعربية بتاعتي طفية المحرك طف لسه انا ما شغلتش الصبح بسحب عصى الزيت هعمل الموضوع ده كل يوم يفضل انك تعمله كل يوم قبل ما تتحرك بالسيارة بتاعتك يفضل انك تعمل النقطة دي وده من النقاط المهمة جدا 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 مستوى الزيت وماء التبريد مع بعض الحاجات اللي احنا هنقول كل اللي هنقوله دلوقتي حاجات مهمة جدا بتطول عمر المحرك بتاعه يبا احنا شفنا مستوى طلعنا العصة بتاعت الزيت وشفنا مسحناها بعد كده هنحط عصة زيت تاني داخل المكانة في المكان بتاعه وبعدين نشوف المقاس بتاعي بيبا عندي علامتين المفروض الزيت بين العلامتين اللي موجودين على عصة زيت هنا في المنطقة دي هنا فيه علامتين او شرطتين كده الماكسموم والمينيموم المفروض الزيت بتاعي يكون موجود بين العلامتين دول لا يطلع فوق ولا ينزل اقل طاب لو كان نزل اقل يبا الزيت ماهوش كفاية عشان الاجزاء المتحرك الزيت بتاعي لو قل عن الشرطة اللي هي تحت المينموم ده معناها إن الزيت الموجود في علبة المرفك أو الكرتير قليل ده معناها إن الأجزاء المتحركة مش هيوصل لها زيت كفاية ده هيأثر على عمر المكنة والمكنة بتاعتها تسخن وتاكل بعضها وتبدأ تعمل بيضاء ونبدأ نعمل عمره بسرعة طب لو كان الزيت زيادة لو كان الزيت زيادة عن العلامة دي هيضرب لي الألسيد أو الصوف الأمامية والخلفية بتاعت المكنة طب ده هيقلل لما الصوفة دي تضرب أو الألسيد الأمامي انت حطيت مثلا المكنة بتاعتك المفروض هتاخد 3 كيلو زيت حضرتك حطيت 3 كيلو وربع 3 كيلو ونص ده خطأ الشركة المنتجة بتقولك هم 3 كيلو مثلا يبقى هتحط الثلاثة كيلو لو زاد مع الضغط بتاع الغزاء داخل المكنة مع حركة العمود المرفك بأزرع التوصيل ضغط الزيت بيضرب الصوف الأمامية والخلفية طب لو الصوف أو الألسيد ده اللي هو مانع الزيت ده بيمنع الزيت إنه يطلع من المكنة طب مانع الزيت ده لو الصوفة أو الألسيد ده ضرب إيه اللي هيحصل الزيت هيبدأ يخرج من المكنة بتاعتي نلاقي بطن المكنة في زيت وده هيقلل كمية الزيت وبالتالي المكنة تبدأ تاكل نفسها زي ما قلنا تاني كمان مهم جدا إن أنا أشوف زيت الفرامل قبل ما أمشي بعضنا ماهش عارف أصلا علبة الفرامل دي فين اللي أنا أحط فيها زيت ده ما كان في الغالب بتكون في الجهة الشمال قدام السواء بالزبط في أغلب السيارات وده شكلها بفك الغطى بكل بساطة ببص على مستوى الزيت بيبقى عندي علامتين أده خط وده الخط التالي ده المينيموم وده الماكسيموم أعلى حاجة في الزيت وده أقل شيء ما ينفعش زيت الفرامل يقل عن كده فأنا ببص من بره من الخارج أو أن أنا أفتح وبص على مستوى لو كانت العلبة بتاعتي مش نظيفة فأنا مش قادر أشوف الزيت اللي فيها فأنا ببص على مستوى الزيت بتاعي وأقدر أزود لو كان ناقص زيت فرامل يبقى دي أول حاجة عندي زيت المكنة تاني شيء زيت الفرامل قبل ما أتحرك بالعربية بتاعتك لأن لو زيت الفرامل مش موجود أنا مش هقدر أستخدم الفرامل وبالتالي حضرتك مش هتقدر تسيطر على السيارة بتاعتك لقدر الله في الطريق كمان زيت زيت الأجهزة المعاونة زيت الدركسيون والقابد ده الدركسيون هو هو فتح الغطى بتاع خزان زيت الدركسيون وفيه العصى بتاعته عشان يشوف المستوى بتاع الزيت وبيبان برضو بيبان مكتوب عليها مكس مام أو الخط بتاع أعلى نقطة يصل إليها الزيت وأدنى نقطة يصل إليها الزيت المفروض الزيت يكون بين العلمتين وبعدين زيت الدركسيون أقدر أزوده زيت الدركسيون زيت القابد لو كانت العربية بتاعتي عربية منول أو عربية عادية فالدبرياج بيحتاج زيت الزيت بتاعه زيت الفرامل بالضبط بعض الشركات المنتجة بتعمل الزيتين مع بعض فيه خزان واحد أو شركات تانية تعمل خزان للدبرياج وخزان للفرامل أيا كان فحضرتك بتشوف مستوى الزيت في الخزان وتبدأ تزوده لو كان ناقص يبا ديه تالت نقطة عندي مهمة إحنا واخدين الأهم فالأهم كده يعني واخدين أهم شيء عندي هو زيت المحرك بعدين الفرامل بعدين الأجهزة المساعدة زي الدركسيون والكلتش أو الدبرياج مستوى سائل التبريد في المشعة أو الإربة اللي هو إيه سائل التبريد اللي هو الرداتير الرداتير هنشوف مستوى السائل التبريد وإحنا قصدين هنا نقول سائل تبريد يعني مش الميا بتاعت الرداتير مش مش قصدك الميا بتاعت الرداتير لا مش قصد الميا بتاعت الرداتير قصد سائل التبريد يفضل أنك تستخدم السائل اللي الشركة مواصية به ما تحطش مياه عادية لأن المياه العادية فها نسبة أملاح نسبة الأملاح بتبدأ تعمل رواصب بتبدأ تاكل جدار الاستوانة من الداخل بتعمل رواصب داخل جدار الاستوانة وبتبدأ تعوق حركة المية داخل المكنة وبالتالي مع العمر مع استخدام المكنة بتاعته تبدأ المكنة بتاعته ترفع حرارة ليه؟ لأن المجاري بتاعة المية الداخل هي حوالين الاستوانة بدأت تتكتم من نسبة الأملاح بتاعة المية العادية اللي حضرتك استخدمتها بتستخدمش مية عادية استخدم المية أو سائل التبريد اللي الشركة المنتجة بتاعت العربية بتاعتك موصية بي طيب هنستخدمها ازاي دي القربة بتاعتي في السيارات الحديثة اغلبها معادش عندي غطر داتير زي الصورة اللي عليمين بقى اينا بنحط في القربة بس ما نقدرش نشوف مستوى المية في ريداتير او المشاع احنا مناش علاقة بقى انا بفتح القربة وبص على المستوى بتاع السائل فيها القربة زي ما احنا شايفين العلامات طبعا بيبنى موجود علامات هنا اقدر ازود مستوى السائل التبريد بتاعي او لو كانت العربية بتاعتك لها غطر داتير زي ما احنا شايفين فقبل ما تشغل العربية الصبح افتح غطر داتير بص على مستوى المية عندك في ريداتير لو كانت نقصة زود سائل تبريد عشان تزيد طب لو انا ما عنديش المية اللي عندي بتاع سائل التبريد خلصت يفضل انك تحط مية مقترة او مية معدنية عشان نسبة الاملاح بتكون فيها اقل احنا مش عايزين نحط مية عادية عشان الاملاح بتكون فيها نسبة الاملاح فيها بتكون عالية مهم جدا ان احنا نعرف اماكن الخزنات دي الخزنات بتاعة مية الرداتير او سائل تبريد الرداتير بتاع الفرامل بتاع الكلتش او الدبرياش بتاع الزيت مهم جدا ان انا اعرف الحاجات دي تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده اللي هي برضو بتحافظ على السيارة بتاعتي مستوى الوقود وكلنا طبعا الراجل ده احنا كلنا الراجل ده عايزين المؤشر بتاع الوقود ما ينزلش ما يجيش النحية ده عايزينه يطلع لفوق يجي هنا عند الفل طب هو هو مستوى الوقود في العربية بتاعتي ليه تأثير عندي اه ليه تأثير عنك ليه تأثير على عمر المكان ازاي لو انا قللت او سبت خزان الوقود فيه نسبة وقود قليلة ده طبعا الوقود بيبقى فيه رواصب مليون في المية بيكون فيه رواصب حسب البنزينة كمان اللي حضرتك او محطة الوقود اللي انت هتعب منها الخزانات بتاعتها نضيفة مش نضيفة هل حصل برومة ودخلت من الارض دخل رواصب داخل الخزان الرواصب او او متا الوقود هيكون فيه رواصب هتترقم الرواصب او هتنزل في قاع او في الخزان او تانك البنزين في اسفل طب لو انا قللت البنزين وخليته على الشرط الحمر زي ما احنا شايفين هنا كده اللي هيحصل ان الرواصب دي هتمشي مع الوقود طب السيارة بتاعت بخخات هتبدأ البخخات بتاعت تتكتم او الفنية او مع قطر الاستعمال تبدأ تاكل الفنية بتاعتي وتبدأ السيارة بتاعت تستهلك كمية وقود زيادة كبيرة جدا امتى احافظ على مستوى معين وما خليش خزان الوقود في نسبة وقود كبيرة احافظ على مثلا اقل من النص او تلت الكمية لما اكون السيارة بتاعت شغالة بنزين مع غاز عشان ما اعملش حمولة عالية او اعمل وزن زايد السيارة بتاعت لو غاز مع بنزين طبعا استوانة الغاز بتكون كبيرة وشيلة يجي 100 كيلو وزن الغاز فيها بيكون تقريبا 100 كيلو مع الوقود فدي كمية او وزن زايد على المكنة وده بيقلل العمر الافتراضي بتاع المكنة يبقى انا في الحالة دي هحافظ على مستوى مثلا التلت او اقل من النص فيه الخزان لكن ممنوع انك تسيب الخزان بتاعك يوصل لدرجة الصفر لان الرواسب اللي موجودة في الخزان هتبدأ تدمر الرشاشات بتاعتك بتاعت السيارة وده هيأثر على استهلاك النوعي للوقود وهيأثر على العمر الافتراضي للرشاشات طيب كمان عايزين نفحص في نقطة كمان مهمة نسينا نقولها في موضوع الوقود اننا لو انا عندي الوقود بتاعي مش جاهز وانا همشي بالعربية احنا عايزين احنا بنعمل الصيانة الدورية دي اسمها صيانة دورية انا بعمل الصيانة الدورية دي عشان العربية بتاعت تكون جاهزة اسافر بيها في اي وقت او اقدر امشي بيها لأي ظرف في اي وقت فلازم يكون مستوى الوقود عندي لو انا ما عنديش زي ما قلنا ما عنديش غاز يبقى أنا لازم السيارة بتاعتي يكون فيها نسبة وقود كبيرة عشان أقدر أوصل لأعرب محطة وأدي بنزين أو وقود تاهم مستوى سائل البطارية لو البطارية بتاعتي كانت عادية كانت عادية يعني لها أغطية بالشكل ده إحنا بنبص على مستوى الماء ده جوة البطارية بفك الغطى بنفك وابدأ أرفع الغطى واشوف مستوى الماء داخل البطارية لو كانت البطارية بتاعتي إيه بطارية مش جافة بطارية بتتميلي زي ما احنا شايفين لها أغطية بفكها وبص عليها طب حط لها ماء عادي مية من الحنفية قلنا مية الحنفية مش هتنفع لأنها نسبة الأملاح فيها عالية جدا هنا لازم أزود ماء مقطر أو الأسيد اللي هو مية البطارية طب أنا ما عنديش الحاجات دي بحضرتك هتزود بس ماء مقطر للبطارية بتاعتي لو كانت الألواح بدأت تبان يعني احنا بنبص من هنا كده من الفتحة دي أو بعد ما شلت الغطى بصيت هنا لقيت أن الألواح الداخلية للبطارية بدأت تظهر ده غلط أداء البطارية هيكون ضعيف البطارية هتسخن ممكن تنفجر مني القدرة اللي طالعة منها أو الطاقة اللي طالعة منها بتكون ضعيفة جدا فأنا محتاج أزودها أزودها ماء مقطر تمام زودنا ماء مقطر طب لو كانت البطارية بتاعتي بطارية جافة ببص عليها وحاول أنضفها لو كان المنظر اللي احنا شايفينه ده قدام مني بجيب مية بتغلي وصبها عليها عشان أنضف الأملاح وزي ما احنا شايفين أو الزنجرة اللي موجودة هنا أو أروح لمركز خدمة يبدأ يعمل لي صيانة ونضافة طبعا ده دليل على أنه هو ما عملش الصورة اللي قدامنا على اليمين ديت معناها أنه ما عملش صيانة للسيارة بتاعته من مدة طويل كمان حالة الإطارات والاستبني لازم أتبعهم وأبص عليهم من حين إلى آخر عشان أكون جاهز بالسيارة بتاعته قلنا الضغط هيأثر على التشققات في الضغط داخل الاستوانة هيأثر الضغط داخل الإطارات هيأثر على الكويتش بتاعي أو الإطار وهيحصل تشققات فلازم أحافظ على مستوى الضغط المطلوب اللي بيبقى موجود عندي هنا أو بعرف من الفني أو من الشركة المنتجة أمشي على ضغط كاب وتقولنا أن الضغط لو قل في الإطارات ده بيخلي السيارة بتاعته تستهلك بنزين كمان بيخلي المقاومة بتاعته التضحرج أحس أن السيارة بتاعته ضعيفة في السحب عن المعتاد كمان أببص على حالة الكويتش بتاعي أو الإطار لو فيه أي تشققات أو أي انحناءات زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدام مني في الحالة دي محتاج أغير الإطار عشان لا قدر الله ما يحصلش عندي حوادث أو أي مشاكل في الطريق بتاعي مهم جدا النقطة دي قبل ما تمشي بالسيارة بتاعتك ياريت قبل ما تدور عربيتك الصبح لف على الأربع عجلات وبص على مستوى الضغط فيها وبص على شكل الإطار حالة السيور ببص عليها عادي جدا أنا يعني أنا ببص على السيور بتاعتي هل فيها أطعى هل فيها تشققات عشان لو فيها لقدر الله أي شيء أبدأ أروح لمركز الصيانة اللي أنا بتعامل معاه وابدأ أغير الشيء التالف في السيارة بتاعتي طيب إحنا عايزين نحافظ على السيارة هيبدأ بإن إحنا نحافظ عليها من النظافة بتاعتها الداخلية والخارجية وفعلا السيارة بتاعكي صورة الشخص صاحب السيارة نفسه بعضنا بيقول أنا مش فاضي هو أنا فاضي أنظف لا مهم جدا أن حضرتك لو ما انتش هتنظف خلي حد ينظف لك السيارة بتاعتك علشان عمرها يطول معاك وتحافظ عليها كمان البوية الخارجية للسيارة تعيش معاك عمر أطول إن إحنا نتفقد السيارة بتاعتنا بشكل دوري كل الحاجات اللي إحنا قلنا عليها دهيت لازم نبص على السيارة بتاعتنا على الإطارات على المحرك على الكهرباء على البطارية كل القطع على الفرامل لازم أحافظ على السيارة بتاعتي بإن أنا أعملها أعمل لها صيانة دورية وأبص عليها كل يوم قبل التشجيل مهم جدا أن أنا أتابع السيارة بتاعتي عشان نقدر نحافظ عليها تكلمنا في سماع الأصوات المختلفة الشخصيات اللي هي قلنا حفظة صوت السيارة بتاعتها الناس دي ناس دقيقة جدا وبتحافظ على كل شيء هتلاقيهم ناس عمليين قوي وبيحترموا العلم الناس اللي هي تسمع أي صوت مختلف هيوقف السيارة بتاعته أو هيتصل على أي مهندس هو يعرفه أو فني أو مركز صيانة هو متعامل معاه مجرد أنه هو يسمع الصوت هيقوله أنا سامع صوت مختلف في العربية بتاعته النهار ده دليل على أنه إنسان عايز يحافظ على السيارة بتاعتك ده دليل على أنه إنسان بيحترم العلم حافظ على السيارة بتاعتك بأنك أول ما تسمع صوت مختلف لازم تروح لمركز خدمة في أسرع وقت أو تتصل بمركز الخدمة واتعرفهم الصوت هل هو ينفع أنا أمشي عليه ولا لا بعضنا ييجي والمشكلة دي بتحصل كتير جدا لما العربية بتاعته مترضاش تشتغل يحاول مرة واثنين وثلاثة أنه هو يشغلها حضرتك لو أنت عامل صيانة دورية من حقك تشغل العربية مرة واثنين وثلاثة عشان تشتغل معاك طيب لو حضرتك ما أنتش عامل صيانة دورية لو ما أنتش عامل صيانة دورية ممكن يكون الصوت اللي حاصل ده هو الصوت أو عدم تشغيل السيارة بتاعتك إن سير الكتينة بتاعتك تقطع لأنك ما أنتش عامل صيانة دورية ما هو لو حضرتك عامل صيانة دورية كنت هتعرف أننا مثلا المفروض نغير كل ستين ألف عسب الشركة هنغير هنغير سير الكاتينة عشان ما يقطعش تب لو سير الكاتينة قطع اللي هيحصل لو انت شغلته جربت تشغل مرة واثنين وثلاثة البستم بيطلع يضرب في الصمام لان الصمام ما بيتحركش معايا فالصمام نازل يوم البستم يضرب في الصمام ضربت بواسط البستم وضوغ بواسط راس المكنة وبالتالي المكنة بتاعتي هتحتاج مني ان انا اعمل فيها شغل اوضب راس المكنة اللي هي السيلندر هيد واوضب المحرك بتاعي النقطة الاخيرة ان انا لازم ابص على الدخان اللي طالع من السيارة لو انا بشغلها الصبح لازم اتابع لون الدخان لو اختلف معايا ابلغ او اروح لمركز الصيانة عشان كده كمان احافظ على البيئة وعشان كده الدولة بدأت واحنا بنرخص العربيات بتشوف العوادم اللي طالع من السيارة بتاعتك عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا يارب في الحلقة دي للأسف الحلقة طبعا وقتها انتهى ويارب اكون اوصل ازاي نحافظ على العربية بتاعتنا نحافظ على العربية بتاعتنا بان احنا نعمل لها صيانة دورية نهتم بيها زي ما حضرتك بتغسل اسنانك الصبح بص على زيت المكنة بص على زيت الفرامل بص على سائل التبريد للسيارة بتاعتنا عشان عمرها يطول التزم بيه كتاب الارشادات او الكاتلوج اللي حضرتك واخده من الشركة المنتجة بص عليه اقراه ونفذ التعليمات اللي فيه بالحرف في نهاية الحلقة بتمنى ان يكون وصل لنا معلومة بنشكر فريق الاعداد والاخراج وكل المهتمين بالتعليم الفني عشان يظهر بالصورة اللي يستحقها في نهاية الحلقة بنقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاطحى المبارك ويرب مصر بكرة والعيد الجاي العيد الاطحى الجاي تكون فيه مكانها اللي تستحقوا ونكون فيه وضع افضل من كده وتكون الغمة بتاع الجائحة راحت وتكون مصر كلها العيشة الكريمة في نهاية حلقتي بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة